المبدع هايل العجلوني هو مخرج كاتب مهندس ديكور وأيضا شاعر فرقة رؤى حبمة إنها تكرم من خلال تخصيص أمسية وبها المناسبة معنا الفنان والمخرج ورئيس لجنة التحقيق في نقابة الفنانين الأستاذ نبيل نجم صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك أكيد نذكر أنك كنت مدير المسارح والسينما سابقا وأمين عام للفرق المسرحية العربية رما حتى عام 2006 أهلا وسهلا فيكم شرفنا تخصيص أمسية فنية خلينا نحكي لفنان قدم الكثير ابن أين جاءت الفكرة الحقيقة بداية أتقدم بشكر جزيل لرؤية التي تعنى وتهتم بالإبداع الأردني وهذا شيء ملاحظ على شاشتكم التي تخطفت الحدود حقيقة ووصلت إلى قلوب الناس على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم والشكر جزيل أيضا لرؤى هذه الفرقة التي تشكلت جديدا تشكلت جديدا نعم ولكن تشكلوها مجموعة من المبدعين الذين لهم باع طويل ودور كبير في الحراك الإبداعي الأردني على مستوى الدراما التلفزيون وعلى مستوى المسرح لذلك هذه الخطوة الجميلة الرائعة لها تقدير كبير عند الفنانين الأردنيين وهي تكريم مبدع كبير له دور وطني امتد على مساحة الوطن هذا المبدع الذي عشق الأردن عشق تراب الأردن انعكس ذلك في كتاباته في عطاءاته هذه الومضة الإبداعية الفنية من هذه الفرقة لها تقدير كبير عند الفنانين الأردنيين يعني الفنان هاي العجلوني قدم الكثير من عطاءات بمختلف المجالات طبعا الفنية لو بدنا نقرب الجيل الجديد لهالحقبة من الزمن الفنان اللي فعلا أسس خلينا نحكي أعمد ثابت للفن الأردني بدنا نحكي عن أهم إنجازاته وأهم عطاءاته الحقيقة بداية الأستاذ هاي العجلوني هاجس الكبير كان هو أن تكون حلقات الوصل أو المجايلة بين أجيال الإبداع في الأردن أن تكون قوية ومتينة وكان يسعى إلى ذلك في كل ندواته في كل كلماته حتى من خلال إبداعاته وعطاءاته هاي العجلوني منذ صغره كان مبدعا يعني عندما كتب ديوان الرحيل عام 1960 كتبه في مراحله الثانوية في دراسة الثانوية وفي سنة 1960 طبعا أنهى التوجيه إذن هو بدأ في كتاباته وفي إبداعاته قبل أن ينهي دراسته ثم دخل كلية الحقوق لم يكمل دراسته في كلية الحقوق لأنه كان عاشقا للإبداع والفن وبالتالي انطلق في فضاءات الإبداع فذهب إلى إسبانيا ودرس في أكاديمية الفنون في مدريد وأنهى سنة 1967 وأخذ درجة الماجستير وهو كان من أوائل المتخصصين بالإضافة إلى إبداعه الكبير عاد إلى الأردن في 1967 الأردن عشيقته ومحبوبته وعمل في التلفزيون الأردني طبعا في بداية تأسيس التلفزيون الأردني عمل مهندسا للديكور وارتقى إلى أن يكون رئيسا لقسم الديكور ثم مديرا لدائرة الفنية إلى أنه في هذه المرحلة التي عمل فيها بالتلفزيون ذهب لإكمال دراسته في الإخراج السلمائي وفي الإنتاج السمعي والبصري وبالتالي نستطيع أن أقول عن هائل العجلوني بأنه هو مجموعة مبدعين في مبدع واحد هو هائل العجلوني وبالتالي أبدع في الكتابة وفي كتابة السيناريو كتابة السيناريو تخصص عالي وراقي المستوى لذلك هائل العجلوني كان قلقا ومقلقا لمن يتعامل معه لأن هذا الذي يجب أن يتعامل أو يحب أن يتعامل مع هائل العجلوني يجب أن يحتضن هذه الخطوط جميحة في تصوره وفي عطائه لذلك كان يعاني لأنه كان كاتبا يكتب بنفس المخرج بقلب المخرج وبنفس الكاتب وبنفس الشاعر كان شاعرا كبيرا له كثير من الكتابات الشعرية الدووين ابتداء مثل ما حكينا سابقا الرحيل وأول مرة ومصرحيات شعرية كثيرة كتب منها أدركنا الوقت أدركنا الوقت والثالث من الطفان أو الطفان النار الثالث هذه مصرحية شعرية مهمة جدا أدركنا الوقت مصرحية شعرية الإمبراطورية الفحم مصرحية أو حوارية شعرية وهون كثير مهم أن نتحدث قليلا وباختصار عن المصرح الشعري صحيح منها أصعب الكتابات نعم المصرح الشعري هو من أصعب وأرقى الكتابات للمصرح وقد بدأ التقنين أصلا للمصرح في إطار المصرح الشعري يعني عندما كتب أرستو كتابه فن الشعر وقننا للمصرح قننا له من خلال المصرح الشعري لذلك المصرح الشعري حتى عندما بدأ في بداية القرن وانطلق في مصر قسم النقاد والدارسين الدارسون مسرح الشعر إلى ثلاثة أقسام شعر فوق المصرح وشعر مسرحي والمصرح الشعري والحقيقة هذه مراحل من التطور مرت على المصرح استطاع هاي العجلوني وبصدق وحقيقة أن يحتضن هذه الثلاث مراحل في كتاباته وبالتالي هذه ارتقاء كبير لهاي العجلوني في الكتابة الشعرية التي ارتقى فيها حتى في أسلوب الكتابة فهو شاعر ذو حس عالي وحس مرهف وبالتالي نستطيع أن نختصر فترات دراسته الطويلة الممتدة من 1961 إلى 1967 حتى تخرج ثم الدورات ثم التخصصات في الإخراج السلمائي ودوره في الصين أرسله التلفزيون الأردني وبقي ثلاث سنوات تقريبا في الصين في مجال الإخراج والإنتاج يعمل هناك هذه الخبرات الطويلة وهذا التخصص العالي انعكس في كتاباته وفي عمله وبذلك كانت أعماله تحتاج أو عميقة تحتاج إلى دراسة وإلى تحليل عميق للوصول إلى محتواها وفكرها وفكر هذا الشاعر الكبير وهذا المخرج الرائع وهذا الكاتب اللي مثل ما حكينا سابقا احتضن حقيقة الأردن في داخله لذلك كان غيورا حريصا على أن يكون أو على أن تكون كتاباته عاكسة لطموح هذا المبدع الذي يريد أن يكون وطنه وأردنه في أرقى وأعلى مستوى وهذه طموح طبعا كل مبدع في الأردن حتى نتحدث أيضا عن أسلوبه لا بد باختصار شديد أن ندخل في يعني تحليل بسيط لبعض أعماله فالثالث الطفان الطفان النار يعني يبدأ مسرحيته وكانت مسرحياته يدخل فيها مثل ما حكينا يدخل فيها مهندس الدخور يدخل فيها الرسام أيضا هو رسام لذلك يتحدث بالألوان يتحدث بالحروف يعني يستطيع أن يدمج العوامل كلها يدمج العوامل كلها من ناحية ويستطيع أن يصيغ من هذه الحروف كلمات لا أجمل ولا أرقى فيه لذلك أنا تخيلت في إحدى جمل اللي قالها أنه يقف بعد هذه التجربة الطويلة الممتدة والعطاء الرائع الراقي يقف أمام المرآة هذا تخيلي أنا ليقول أنت لا تستطيع أبدا أن تقنع العيون البيضاء بروعة ماسية الشفق عند الشروق ولا بلوعة الشمس عندما تلعق الدماء النازفة من جرحها عند الغضب كان يتألم من وضع هو يريده أرقى يريده أسمى في الوطن مع التأكيد على أنه هو حلق فوق حدود الوطن ليكون كاتبا على المستوى العربي وليخاطب الإنسانية في كل مكان لذلك عندما شارك في أعماله التي أنجزها من خلال مؤسسته دروب دانا والبحر استطاع في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في القاهرة في عام الستة وتسعين أن ينال الجائزة الذهبية وكيد بيستحقها يعني هي سنوات من العطاء صعب جدا اختصارها بدقائق ولكن تخصيص أمسية لها الفنان الكبير شو بيعني للأستاذ هايل وأيضا للفنانين وللجمهور من حق الأستاذ هايل أن تقام له هذه الأمسية بتعني له بتعني له الكثير لأن طموح الفنان مثل ما حكينا في كتباته في حروفه التي صاغها في كلمات عظيمة جميلة يحاكي بها الوطن والإنسانية على امتداد العالم هو هذه الحلقات المتماسكة المتينة ما بين الشريحة الفنية بشكل خاص وهذا التقدير الذي يجب أن يكون على المستوى الوطني هايل العجلوني قدم للوطن الكثير ومثل ما حكينا هايل العجلوني هو مجموعة فنانين في فنان مجموعة مبدعين في مبدع وضع الوطن أو أسكنه في قلبه وبالتالي ليس غريبا يعني من الواجب أقول أن يكرم هذا الإنسان وأن وأن يمكن تجاوزت رغم العطاء الكبير للوطن لأبنائه ونحن نعتز بالأردن ولا يوجد فنان أردني أو مبدع أردني وشارك على المستوى العربي إلا ونال الجوائز اسم الأردن كبير على المستوى الإبداعي الوطني على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي المهرجانات المسرحية التي كان لهايل العجلوني دور في لجانها العليا وأذكر في إحدى المهرجانات في المهرجان السادس وكنا في اللجنة العليا قال نحن نريد وهذه كلمات لا تنسى هذه حكم هذه تؤكد حالة الإبداع والوطنية المترصخة في وجدان هايل العجلوني الذي كل الفناني الأردنيين تكن له الحب والاحترام والتقدير قال نحن نريد لهذا المهرجان النجاح ولكن النجاح الأكبر الذي نريده هو أن نقدم الأردن بأحلى صورها وأرقص وأرقص وليا هذا هاجسنا أكيد جميعا ودوركم كفنانين بالختام إذا تحب تقطبس من كلام أثر فيك والله أريد يعني الآن هاي العجلوني يكتب نزفات نزف الأول والثاني والثالث والرابع ونتمنى من الله عز وجل أن يعطيه العمر المدين يا رب أمين ليستمر في الكتاب أو العطاء فكلامه جميل جدا وراخي جدا وعميق جدا ويحتاج ودائما يعني هذه جملة عندما تحل لمصرحياته أو كتاباته سواء للتلفزيون أو للمصرح تصلي إلى كلمة أننا يجب أن نتكاتف جميعا في الوطن من أجل الوطن كان يعشق تراب الوطن لذلك يقول ما سمعتموه كان حديثا ناعما يعرض لقضية قد لا تكون هامة للذين لا تعنيهم المسافة ما بينهم وبين أنفسهم كان دائما يدخل إلى نفسه إلى ذاته ليحلق في الفضاء وهناك من يدري يعرف كل شيء وهناك من لا يريد أن يعرف كان هذا يؤلمه حتى يعبر عن ذلك في نزفاته التي يكتبها كان يطمح إلى أن يكون الجميع في الأردن يدا واحدة متكاتفين من أجل العمل يريد هما يعني هذا موجود ولكن يريد دائما طموحاته كانت أكبر هناك من لا يريد أن يعرف بعض الناس يغضب عندما يعرف وبعضهم يقلب الحقائق وبعضهم لا يعرف ما يعرف الغير ولكنني أعرف أن لكل ثاقب قبسا يصطداء به وأما العلم وهو الذي أفنى ثلاثين أو أربعين سنة يتعلم ويدرس ويتابع وأما العلم فهو وإن كان مريحا ففي ظلمته تكمن المأساة أكيد تحيثنا للفنان هاي العجلوني وعلى فرقة كمان رؤى على هاللفتل جميلة جدا شكرا لأخذ ورقك أستاذ ويعني من الجميل كمان أن نشكر بعض الأسماء من فرقة رؤى النشطين يعني اللي فعلا من لما تأسست الفرقة وهم يعني يعملون بجد وإجتهاد نادرة عمران أكيد نجلها تحية أحمد العمري محمد الإبراهيمي عماد الشاعر يعني مجموعة أو نخبة آسف إذا نسيت إن شاء الله هم يحضرون ومتصبحهم بالخير جميعا لكن نخبة تعمل بجد وإجتهاد من أجل محاولة أن تكون لبنا بناءها في الصرح جهودكم دائما مشكورة ومنشد على إيدكم نحتاج دائما هذه الوقفة الفنية نبيل نجم مخرج ورئيس لجنة التحقيق في نقابة الفناني شكرا لكم شكرا لكم